السلام عليكم و مرحبا بكم في القناة شيف سهيلا اليوم شاء الله جيت نقدم لكم واحد الغريبة اللي كان يغزل بزاف بنينا غير الغريبة اللي يتمول فيه نحضره خليكم معايا من بداية الفيديو حتى الاخر بشتعرفوا على جميع المكونات وكنتمنى هاد الفيديو هاده توصليه من اكبر عدد من اللايكات والبرتاج مع الاهل والاصديقاء ديلكم وكنتمنى الفيديو يوصل لالفين لاك وهاد الحليو هادي فيها واحد الحشوه غزل بزاف خليكم معايا بشتعرفوا على المكونات وطريقة تحضير اللي جيد بسيطة وكيف ما كان عودكم على المقادير البسيطة جدا والمضاق لأروع ما يكون اول حاجة كان حتى كما لاحظو 100 قرام من الزبدة اللي هنا يدر تغييز زبدة لابرايري وخديثها يعني من الاحسن البنات ديرو زبدة سباسيال يعني زبدة نباسية البنات 100% لا يبسل المارغارين نهائيا ومن بعد هنا غزل زبدة سكر سقيل اي سكر ناعم بالجرام 190 قرام تقريبا يعني الكاز بالعنبه لم يكن امروه بزاف سوف نغرب هذا السكر كي يكون لابد فيها بودرة ولا يكون في ذلك الحبيبات ثم نضيف القهوة و شوكولة و كرامل ثم نضيف فانيليا بودرة ثم نضيف زبدة و سكر ثم نضيف صفر بيضاء ثم نضيف صفر بيضاء ثم نضيف مقادرة ثم نضيف مقادرة ثم نضيف مقادرة سوف نجمع هذه الطريقة مقادر بسيطة وحتى المقادر لا يمكن ان يجب المقادر سوف نجب تقريبا نصف ملعقة صغيرة من بيكين باودر سوف نزيد دقيق حسب الخليط سوف نجمع هذه الطريقة سوف نجمع هذه الطريقة سوف نزيد دقيق تدريجيا سوف نجمع هذه الطريقة سوف نجمع هذه الطريقة سوف ننسخ قوام في عجينة سوف نتلقق قوام بسيطة السابق سوف نقوم بسيطة سوف نستفق سوف نقوم بسيطة سوف نقوم بسيطة سوف ننقوم بسيطة كما لاحظو انها طريه بزاف نشكلها بكل سهوله ولكن نحس بها انها طريه كما لاحظو هنا غدي نزيد تقريبا واحد اربع كاس ديال الشوكولة في غميسل قبل ما غدي نديرها حتيتها في الكونجيلاتر لما تبرد ليها مزيان لكي ندخلها في العجينة لا تدرى نحن ندخلها في البرد يعني ما كي تبقى باردة هكا اتشاف الصيف الي كان بغيتو تديروها يعني ضروري كديروها ذاك الفيغميسل اللي لكم في الكونجيلاتر تكي يبرد مزيان وكما لاحظو ما نديرش يعني فقط غيكا نجمع وكنا حاول ندخل ذاك الفيغميسل وصاف كما لاحظو العجينة طرية حدثو ما كما لاحظو سوف يبقى بالنسبة لنزول الحشو وهذه بالنسبة لحشوة اللي غدي نديرها في الوسط ديال هاد الغريبة هادي كنحتاج جوج مع القبار ديال ليس لكا غامل ونحتاج تقريبا هلايا واحد شوية ديال القرقاع اللي كيكون مهرمش جهد واحد ثلاثة ديال الدرهم ديال القرقاع ولا خمسة الدرهم كتتهرب شو بهالطريقة هادي هذه صراحة هي حاجة اللي ساهلة وكجيل ديدة بزاف كما لاحظو خلط له هاد الحشوها ها نخليها جانبا كما لاحظو غادي نجيب كل كوره وغادي نضع فيها هاد الال في الوسط هاد الليس لكا غامل مع القرقاع صراحة كنت توتى بشكل كثير بزاف فشك الطيب والمطاقات الاخرى ديال اللوز والعجينة يعني صراحة غزلة بزاف كان البنات انا واحد المسألة اللي قدي نقولها لكم انكم ما تكتروش يعني هاد الحشوها هادي لانه تقدر تخرج لكم في العجينة فهمتوا يعني تقدر في الفران انها ترتق لكم حلقة تفقع وتخرج لكم من جناب فقط عن البنات ما كنا كتروش سوف نقام مستمره وانا كنكور هكا مهم بالجهد الكرة تكون فيها 20 غرام هكا و لا 22 غرام مهم بالنسبة للكرة كندروها شوية كبيرة البنات اللي بغيتوا تدروها هاد الحشو ديال كغامال والقرقاع دروها ما كانش يعني بلا ما تدروها يعني ما كانش مشكل تيارة كدش غزلة بزاف وممكن تدرو غشي لوزها هكا من الداخل ولا تدرو كون في توقتها هو كيجي ولكن من الافضل انكم تدرو إلا كان الناس لي درو ما كانش صافيخ اللواء عادية وغير الحبه انكم صغروها ما تدروهاش قد هدي اللي ترتعنا انا شوية الغريبة انني كبرتها وممكن كان الى كنت ما ما عمرتها شباد الحشوة كان عني يتخرج ليه الضعف ديال دك للحبه اللي خرجت انا الحلواء ندرتها شوية كبيرة غيجربوها البلاد صدقوني كجلدي ده بزاف ممكن تخدموها تليكومود اللي كيبغيوها بحالة الانواع ديال الغريبة تهو ما خدموهم صافيه انتم كما رحتو وغاني نحطيها في صنية ديال الفرن وهنا هي كتبقى ليشوية العجينة عاد باش كنشعل الفران طبيعا طريقة ديال الطهي ديال غادي تكون جد سهلة مكنت طيبش نبح الغريبة العادية ولكن اه انا قليكم طيابة اللي غادي جيكم لها شحابية في المياه دائما دائما كنكتروش للحشو هنجوم قد اخذوها ممكن النادي تضعوها على شكل الأصابع على هذا الشكل و تضعوها بخطوط مشوكو لا او خطوط او خطوط او خطوط سيكون كما قلت لكم خرجت لي عشرين حبة نضيف القطاع القرقاع ملفق لا تخطو عليها قليلا سوف نضيف القرقاع ملفق بعد قصول على الأمور سوف نضيف الاحلواء الضواء يسعى المشكلتين ودهب لن يخطوها الغريبة يريد أن نجد الشيشة كثيرا ونحاول أن نضغطه كثيرا ونضغطه كثيرا ونضغطه كثيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر